في المملكة العربية السعودية سجلت حالات جديدة بلغ عددها 493 حالة مؤكدة هذه الحالات توزعت على مدن المملكة العربية السعودية وفق ما ترونه في هذه الخارطة وهي موجودة في تقرير مفصل يتم نشره بإذن الله بعد هذا المؤتمر وأيضا ستظهر نتائجها وتوزيعاتها على النتائج والبيانات الموجودة في الموقع الرسمي المخصص لتحديثات هذا الفيروس covid19.moh.gov.sa بذلك يصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة المصابة بهذا الفيروس في المملكة العربية السعودية إلى 5862 حالة من بين هذه الحالات 4852 حالة هي حالات نشطة معظمها بحمد الله مستقرة وتتلقى العلاج وحالتها مضمئنة و71 حالة هي حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المكثفة والمركزة ترجمة نانسي قنقر